موسيقى مساء الخير بجولة تركيات هالأسبوع خبر كتير حلو للجدات بتركيا وكتاب جديد ومميز لمصور تركي وحنزور قرية تركية تميزت بعادة غريبة شوي وبالختام مع أخبار التلجل المغطي أغلب مناطق تركيا موسيقى لتشجيع النساء على العمل ورفع نسبة العاملات ولأن الجدات هنالأكتر اهتماما وتعبا على أحفادهم في حال انشغال الأمهات أصدر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي محمد مؤذن أغلو قرار بمنح الجدات رواتب شهرية مقابل رعايته لأحفادهم وقال الوزير أن الجدي اللي ترعى أحفادها ببيتها هتمنح 1500 ليرة شهرية موسيقى أرهان دوغورت مصور تركي حاول يقرب من سكان العالم الإسلامي من خلال موهبته عن طريق أعداد كتاب مصور بضم صور من مختلف الدول الإسلامية عنوان الكتاب 40 مدينة إسلامية ورسالته نحن لا نختلف عن بعضنا البعض وبلقاء مادوغورت قال أنه بدأ العمل على الكتاب والتقاط الصور من عام 2010 لأبرز المدن الإسلامية وأكد أنه معيار اختياره للمدن هو على قتب الأنبياء والصحابة والأولياء موسيقى أغلب ولذان العالم بتمنع التدخين بالأماكن المغلقة لأضراره الكتير ومخاطره على الصحة أما بقرية هي الجاة بمدينة بطمان فالتدخين ممنوع بتاتا بكل القرية وسكان هي القرية بيعتبروا التدخين عيب وخارج عن أعراف قريتهم لهيك حتى بنات القرية بيرفضوا يرتبطوا بشخص مدخن وهو أول سؤال بينطرح على العريس المتقدم موسيقى مع موشة البرد والتلج بسطنبول دعت البلدية المواطنين للاتصال بالرقم 153 في حال صادفوا مشرد بالطريق ليتم تأمين المأوى والتدفئة إله وبالفعل قامت طواقم مجهزة بنقل العديد من المشردين لمراكز إيواء مدفئة ومجهزة بمنطقة زيتين بورنو يذكر أنه درجة الحرارة بسطنبول وصلت لسبتة تحت الصفر مع عاصفة تلجية ما شهدت المدينة من 6 سنين بنبقى بأخبار التلج والبرد إنما هالمرة مع عروسين بمدينة يلاوى التركية قرروا يحتفلوا بعرصهم فوق التلج وبرودة الجو ما منعتهم أبدا من التقاط الصور العرسان قالوا بمقابلة إنهم حبوا يكسروا قاعدة الزباج بالصيف ويستغلوا جمع للتلج وقال العريس بالرغم من برودة الجو بس حبينا نعمل بصمة حلوة مميزة بيوم عرسنا بعد قليل وادي برد تحت نار الحقد الطائفي والنظام دمر نبع الفيجة كيف تفوقت بان العابد ولينا شامي على الدعاية الروسية